ما الذي يدور زياد في الكواليس الإسرائيلية؟ عندما بدأت هذه الحرب كان مجرد الحديث عن وقف إطلاق النار يتطلب هجوما إسرائيليا وهجوم على أعضاء الأمم المتحدة بدأ يتكرر هذا المفهوم وقف إطلاق النار كثيرا ما الذي يجري في الكواليس الإسرائيلية؟ هذا صحيح على الرغم من أن إسرائيل ترفق دائما التعاطي والحديث عن وقف إطلاق النار المؤقت وإطلاق صراح أسرى ومحتجزين إسرائيليين دائما بمقولة بأنها ستجدد الحرب على قطاع غزة والغزوة البري للمنطقة الجنوبية وما إلى ذلك لكن بدون أدنى شك بأن الواضح الآن بأن إسرائيل مستعدة أيضا هذه المرة لتمديد التمديد كما قلنا بالأمس حتى ربما نهاية الأسبوع في إطار المسعى ربما لإمكان إطلاق المزيد ربما عشرات نحو ثلاثين من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس أو فصائل أخرى حماس ربما بالأمس عبر الوسيط القطري أوضحت بأنها ستكون قادرة على ترتيب هذا الموضوع حتى لو لم يكن كل الأسرة معها في قطاع غزة ولكن في الكواليس يحدث أكثر من ذلك حقيقة في المعلومات أنه في المفاوضات التي جرت في الدوحة وشارك فيها رئيس المساد الإسرائيلي ومدير السي اي اي ومدير المخابرات المصرية ومسؤولين قطريين جرى الآن محاولة عملية فرز معينة هذا طبعا لاستمرار المفاوضات حول صفقة تبادل أسرة الفرز تم على تصنيف المجموعات وربما بدون الآن وضع مفاتيح للإطلاق بمعنى بدون أن يحدد إن كان في مقابل الواحد مئة أسير أو ألف أسير أو أسيرين والمجموعات التي تم تصنيفها وتحديدها هي أولا الرجال من الفئة العمرية المتقدمة بمعنى من هم تجاوزوا الخدمة في الاحتياط في الجيش الإسرائيلي هناك عدد منها أولئك يتوجدون أيضا ومن ثم الرجال الذين يخدمون في الاحتياط في الجيش الإسرائيلي والفئة الثالثة هي المجندات الإسرائيليات التي يتوجدن في قطاع غزة في الأسر وبعدها الجثث التابعة للأسرة الذين قتلوا إما عبر القصف الإسرائيلي أو منذ السابع من أكتوبر عمليا والفئة الأخيرة والأهم هي الضباط والجنود النظاميون الذين عمليا تم أسرهم التقديرات حاليا بأن هناك مئة على الأقل من الأسرة بيد حماس العشرات منهم هم ضباط وعسكريون كما قلت تم التوافق فقط على التصنيف بدون وضع مفاتيح لإطلاق السراح إسرائيل أوضحت أيضا بأنها ستفاوت تحت النار بمعنى بعد استكمال هذه المرحلة للمدنيين الآن والنساء والأطفال وما إلى ذلك ستعود للحرب وستستمر في المفاوضات فيما أن حماس تقول أنها تريد المفاوضات حول هذا الموضوع ووقف الحرب من خلال عمليا الإطلاق سراح الأسرة الكل في مقابل الكل ورفع الحصار عن قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر